الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم و مبارك على عبده و رسوله نبينا و إمامنا و سيدنا محمد بن عبد الله و على آله و صحبه و لهم ما بعد فلا رأيب أن معرض الكتاب تظاهرة ثقافية كبرى يسعد بها الإنسان في أي مكان تقام فإذا قيمت في قلاع العلم و محاضن الثقافة و بلاد الإسلام الكبرى كأرض الكنانة أرض مصر فلا شك أن وقعها سيكون في النفس كبيرا و هذا في الحقيقة مما يحدوني أو مما حدابي و حدابي كثير من الإخوة الحريصين على العلم و المعرفة للوصول إلى هذا البلد الكبير إلى هذا البلد العزيز على نفوسنا للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى على مستوى العالم و ليست على مستوى العالم العربي فحسب و يأتي أو تأتي أهمية هذا المعرض في الحقيقة من عدة جهات أولا من حيث المكان الذي يقام فيه المعرض فهو يقام في أرض مصر العريقة والثانية الحجم الكبير للمعرضات في هذا المعرض فهي معرضات كبيرة جدا و على مستوى الحقول العلمية و المعرفية و الأمر الثالث في الحقيقة أنه يتهيأ للباحث و طالب العلم من الكتب هنا ما لا قد يتهيأ له في أماكن أخرى كثيرة بالإضافة إلى ميزة أخرى وهي ميزة اقتصادية كبيرة جدا و هي قضية أن الأسعار هنا قد تكون أرخص من غيرها في بعض المعارض الدولية التي تيسر حضورها في بعض الدول أمر حقيقة خامس أيضا مما يعزز و يدفع الباحث للحضور إلى هنا في هذا البلد الكبير هو أنه يشاركه في يعني يتيسر له في الحضور هنا اللقاء بأكابر من أهل العلم في مختلف التخصصات و الحقول المعرفية يلتقي بهم و يراهم و يسعد الأنسي بحديثهم و الاستفادة من خبراتهم أيضا يعني أعتقد أن المعرض يحتاج إلى أيام و الوقت بطبيعة الحال تحدده عدة عوامل يعني ضرف الإنسان أو الوقت المتاح له في سفره لكن في تقديري أن المعرض يحتاج إلى عدة أيام و أيضا الباحث الذي عنده عنوين معينة يريد أن يأخذها و ينصرف ليس كالباحث الذي يريد أن يطلع على الجديد و لهذا أشير إلى نقطة مهمة جدا و هي أن دخول الإنسان للمعرض لا يعني أنه فقط يلتفت إلى عنوين معينة يأخذه و يمشل الاطلاع على الجديد في حقول المعرفة التي تهم الباحث هذا مهم جدا لأن الذي لا يتابع الجديد قد يفوته بعض البحث الرصينة والجديدة في حق المعرفي الذي ينتمي إليه في تخصصه بعض الناس أحيانا قد لا يكون عنده تلك القدرة المالية التي يستطيع بها أن يشتري لكنه لن يعجز بالله تعالى على المرور على أجنحة المعرض فقد يقطع على عنوين يقيدها و يسجلها و ربما يحتاج أن يستفيد من التقنية الحديثة في تصوير العنوين فقد لا يتحسر له المال الآن لكن يتحسر له المال فيما بعد فيشتريها و يقتنيها أو ربما ذهب إلى مكتبات التي تقتني الكتب فيستفيد منها و يستعيره هذا كان شأن علمائنا الكبار في السابق كان بعضهم قد لا يستطيع أن يقتني الكتاب و ربما استنسخه بيده إلى فترة قريبة ربما صوره إذا لم يستطع أن يقتنيه و هكذا فأنا أقول الحقيقة المعرض فرصة كبيرة جدا للطلاع على ما يعني كما يقال تقذفه المطابع في الحقول العلمية و المعرفية